مشاهدين مشتركي طبعا ديزني بلاس العدد يتضاعف ولكن أيضا هناك الأرقام الشركة ماذا حصل أثناء كورونا من طفرة كبيرة جدا بالنسبة إلى النتفليكس وكل المشاهدات من المنزل ولكن أيضا في المقابل هناك ضربة قوية تلقتها صلاة السينما إذا أخذنا الموضوع بشكل كامل سنبدأ بخدمة البس عبر الإنترنت تستمر بدعم نتائج ديزني طبعا ظهرت النتائج بشكل كبير اليوم وحصلت على أرقام قوية لكن إذا عودنا إلى الربع المالي الثالث للشركة تضاعف عدد مشتركين جدا مهم عدد المشتركين هنا إن كان بهذا النوع من الشركات وأيضا بشركات أخرى تكنولوجيا مثل تواصل اجتماعي تويتر وسناب دائما يركز المحللون دائما على عدد المشتركين أعود إلى تضاعف عدد المشتركين من 57 مليون إلى 116 إجمالي مشتركي خدمات الشركة نتكلم عن 174 مليون وهذه أرقام مهمة جدا الشركة عند خطط للبس عبر الإنترنت حتى 2024 للوصول إلى عدد المشتركين بين 230 إلى 260 مليون مشترك لكن دعونا الآن نعود إلى فتح الاقتصاد غلاق الاقتصاد كيف أثر على الشركة طبعا هناك أرقام ذهبية كانت حصلت مع كل نتفليكس هل ستهدد طبعا حالة فتح الاقتصاد مرة جديدة الشركة نمو المشتركين على أساس شهري لاحظوا هنا الطفرة الكبيرة التي حصلت عندما جلس الناس في المنازل لاحظوا كيف قفز نمو المشتركين العدد بشكل دراماتيكي ومخيف أما في 2021 لا نرى هذه الأرقام طبعا أصلا لا مجال للمقارنة خصوصا بعد الفترة الذهبية الآن إجمال المشتركين بنهاية الربع الثاني نتكلم عن أكثر من 200 مليون وتوقعات المشتركين للربع الثالث أنه يصير فيه يعني 3.5 مليون زيادة ووصيد تتوقع بخمسة ونص هنشاهد ماذا سيكون إذن الأرقام والنمو حيكون ما بقى في عودة للفترة الذهبية التي حصلت كورونا تستمر في مقابل تستمر ضغط على كل صلاة السينما طبعا حتى مع عودة فتح الاقتصاد سيكون أيضا الجلوس في الصلاة ليس كما قبل وهناك على الأقل نوع من التباعد ولن تكون النتائج والعوائد ستكون نفسها قبل كورونا وفي نفس الوقت نتائج AMC شهدنا خسارة لكن الخسارة تقلصت من 561 مليون إلى 344 مليون أرقام كبيرة زهبت ولم تعد نتكلم عن بيع ملايين التسكرة بال2019 قبل كورونا لكننا نتكلم عن حوالي 100 مليون الآن عن 22 مليون فقط لاحظوا كم تأثر هذا القطاع الأسباب وراء استمرار الخسائر طبعا دلتا الآن عودة الإغلاقات كانت بعض الإغلاقات لفترات طويلة لكينة الأغلاقات قبل مفتح الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير جدا تراجعت بتقريبا بإمنا تلت القيمة هل تستطيع السينما ماذا سيكون الآن بالقطاع رؤية طبعا إذا سيكون تحسن أم لا هناك إدراجات في المرحلة المقبلة نشاهد كيف سيكون مشهد الإيرادات بالبوكس أوفيس لاحظوا هذه الأرقام التي نشاهدها طبعا هذا التباعد الكبير جدا اللي حصل كنا نوعا ما على استقرار ولمو متواصل من 2008 حتى تضاعف تقريبا يعني كانوا نحاولون أن يضاعفوا الأرقام الآن لاحظوا هالهبوط القوي اللي حصل سيني وورد أيضا دراسة الإدراج بوال ستريت هنا ممكن 700 حوالة 800 صالة عرض بالكامل وديون كبيرة لكن ترزح فيها الشركة وتضغط بـ 8.4 مليار دولار أبرز العقبات بقطاع السينما أكيد هو عم يكون تأجيل الاستوديوات لإصدارات الجديدة للأفلام ما عم نشاهدها في الكثير منه كورونا كمانا إذا عادت الحضور وشفنا هنا دلتا يهدد بشكل كبير جدا وفيه القرصنة واستنساخ النسخ هي كمانا أحد العوامل التي تهدد كل هذه المواضيع المواضيع ترجمة نانسي قنقر